صباح الخير لساميرا وصباح الخير سادة المستمعين كان شي زري الكتن دروري دروري لليوم بوليا كان نافع اليوم دروري دخل في الخانجي الحبوب اللي يخصت تكون حاضرة وسميت وش تدل عليه نافع كان حاضر عندنا في الحسوة كان حاضر معنا في القري شلاس الخبز ديال الدرا كان هو من الأحشاب الطبية ولازال ومن الحبوب الغدائية تدخل في الاستعمالات اليومية تحتوي على ألياف ومضادات أكسادا ونخليك تكمحت الهرمونات فيه يعني النافع نقوله مصدر غني جدا للمضاق بعضا لأنها لديت بزاف الريحة دياله طيبة جدا ومنهيك على المنافع دياله الصحية لغا تكلمينها اللحظة السينابيرية أكيد فالنافع هو تدخل على نسب الفرنسية هو تدخل في الخانة ديال الحبوب اللي المغاربة كانوا يسالكونها بشكل يومي وتنأكد على بشكل يومي ولهذا كان دائما هناك الفوائد دياله تتبان على المغاربة سواء بالنسبة للجلد ديالهم ولا البشرة ديالهم ولا الجسم ديالهم ولا كذلك الوقاية من مجموعة من الأمراض فالنافع يمتاز بالرأيحة دياله اللي هي قوية ديكشيالاش هو تدخل في الصناعات الغدائية يعني مجموعة ديال الشركات تهتم وخصوصا فيما يخص الجانب ديال الحلويات تهتم بإضافة النافع لأنه يعتبر من الحبوب اللي تتعطي واحد النكرة على الخاصة نكرة خاصة جدا نعم فيما يخص الأغدية اللي تتناولوا فهو معروف عليه أنه كانت يستعمل بشكل كبير كتدخل في الخانة دي الأغدية اللي هي تتسهل عمليات الهضم وكذلك معروف عليه يعني معروف أن النافع تتخاذ كذلك يعني بالنسبة للناس اللي تعانيهم من المشكل دياله من تكونوا تتهرسوا يعني توقع الهرس ونحللوا القيمة الغدائية صحيحة لأن النافع يحتوي على نسبة مهمة من البروتينات كذلك الدهنيات والسكريات ولكن مش هيدي النقطة المهمة اللي يبغينا في النافع النفع تلقوا بأنه فيه نسبة ديال 600 ميلي جرام تقريبا ديالكالسيوم في حين أن الاحتياجات ديالنا هي تقريبا ما بين 800 إلى 900 ميلي جرام في اليوم يعني أن مئة جرام ديالنافع تتسدنا تقريبا واحد نسبة كبيرة من الاحتياجات ديالنا في اليوم ديالكالسيوم بالإدافة لهذا في الحديد فيه المانيزيوم في الفوسفوق فيه البوتاسيوم سينا بيلياشي شنو علاقته مع السيدات لأنه بحل زرية الكتال بارح عند علاقة مع الهرمونات تنظر بأن النفع تنعطوا هنا أنا وليس المصدر جالي هي العادة التقليدية المغربية السيدة الحامل الأولى المردات تنعطوها النفع تنعطوها النفع تنعطوها السلول اللي عمر بالنفع تنعطوها شنو علاقته بالهرمونات نعم صح فهذه المسألة هي مسألة مهمة لأنه متين هدروا على النفع لأن هذه المكونات اللي فيه اللي اذكرت الآن هي المانيزيوم الفوسفوق، البوتاسيوم، الزنق، النحاس، المانغانيز، السليليوم كلها مكونات اللي كينا في النفع وهنا شوف سبحان الله يعني أن النفع في واحد الخاصية أنا فيه نسبة مهمة للبوتاسيوم اللي تتجاوز ألف وخمسمائة ميلي جرام، في حين أن نسبة السوديوم فيه ما تتعداش 15 ميلي جرام لهذا شنو تعني؟ يعني أنه مضاد لارتفاع الضغط الدموي بامتياز أن الناس اللي تعانيهم من ارتفاع في الضغط الدموي وذيك شير الشهاده ما كانش يطلع لهم التنسيوم، هلاش؟ لأن ما كانوا يش يجيبوا هاد المادات السوديوم بشكل كبير فالنافع يحتوي على نسبة قليلة جدا من السوديوم ونسبة كبيرة من البوتاسيوم وبالتالي فالناس اللي تعانيهم من ارتفاع الضغط الدموي ممكن يضيفوا واحد الحبات لدي النفع في السيلك اليومي ديالهم بالإضافة لهذا فيه فيتامينات ديال المجموعة باء وفيه خصوصا لبيتا كاروتين هذا النافع فيه واحد زيوت طيارات تقريبا من نسبة ديال الخمسة حتى ستة فالمية يعني اللي كان فيه وهد زيوت الطيارة اللي فيه هي مكونات لتتساهم أنا ننقصه من نسبة الكوليستيرول في الجسم ديالنا وكذلك تقي من أمراض القلب والشرايين اللي تعانيهم من الأغلبية ديالناس كذلك هذا النافع يحتوي كيميا مهمة من الزوستخوجين دوغيجين فيجيتال وهذا الزوستخوجين هم اللي تيحفزوا الهورمونات وتي الهورمونات الأنتوية باش يكون إفراز في مادة الحليب وتيعالجونا لكان هناك خلل هورموني داخل الجسم ديال المرأة يعني من بين الأغذية اللي ذكرنا يوم أمس باش نعالجو المشكل ديال هورمونات كين كين دالك هناك نافع يعني استهلاك النافع ولكين هنا تنأكد عليها أن الاستهلاك دياله بشكل يومي الاستهلاك ديال النفع بشكل يومي يساهم في إضابة الهورمونات عند المرأة هنا المرأة المرضاء المرأة الحامل ما تنصحوش بها بزاف نفع ولكن خصوصا المرأة المرضاء المرأة المرضاء لأنه يساهم في إدرار مادة الحليب وخا علاقة النافع بالجهاز الهضمي لأنه بحال ده بفشتة نتخموه لفشتة يقول لك شرب شوية المدن بالنفع وش عنده شي علاقة؟ نعم هو يدخل في الخانة هذه الأغذية التي تسهل الهضم دياله وهذه الأول حالات يعني مثل نرجع أمتي بل الإستوار الحالات اللي كانت تتخذ فيها النفع يعني سواء في أوروبا ولا في الدول أخرى كان نفع معروف أنه تتخذ من أجل المشاكل ديال الجهاز الهضمي بحال اللي بغنا نقوله الزاتر من بعد على الدراسة تبينات وتبتت على أن في مكونات أخرى وبأن الاستعمال دياله يمكننا نستعمله كذلك الحالات أخرى كيف مشرتها خصوصا بالنسبة للمرأة المرضية لأن الأغلبية دي النساء الآن من بعد الولادة يعني من هاد المشكل دي العدم موجود مادة الحليب وهي مسألة اللي هي غير عادية لأن المرأة إلى ولدات خاص يكون عند الحليب إلا ما كاش عند الحليب هذا يعني أن النظام الغذائي ديالها كان نظام غذائي غير جيد غير صحي غير متوازن فإدرار الحليب لا علاقة مع حجم التديين ولا نهائيا 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 قدرت تكون مرة عندها تشادي ديالها صغيرين وفيها الحليب بزاف ومرة عندها تشادي ديالها كبير وما فيش الحليب نهائيا فهذا عنده علاقة بالجانب الغذائي ديال المرأة اللي أخذت الجانب الغذائي سواء أثناء الحمل ديالها أو لمباشرة من بعد الولادة لهذا فالتناول ديالها فكيف مشرته فغير ديك الهويت يدخل كذلك في الخنادي الأغذية الفاتحة الشاية بامتياز يعني غير لفات أنك تزيده في حد كما قلتي في القريش لات ولا في الخبز ولا هذا فغي يخليك أولا أنك تبعد على مكونات أخرى اللي هي غير صحية بحل الملحة أنا دائما تنقول أنه ممكن نعوض الملحة بهذه الحبوب هذه اللي عندها هذا الرائحة اللي تتخليك أنك تنسى ما داقدي الملحة أنا غادي أنه بعلا بزاف تسيدات اللي عندهم صداع في الرأس فالشي يقولوا اللي هو مش بغيتي نافع ولا حبة حلاوة شو الفرق؟ أكيد كان هناك فرق كان هناك فرق كبير ما بين نافع ولا حبة حلاوة وكيد نسمة تقريبا تشابها لا كان هناك فرق غدائيا كان هناك فرق الشكل كذلك كان هناك فرق ربما الأغلبية دي الناس متيفرقوش بيناتهم نديرو حلقا إن شاء الله كذلك الأسبوع القادم على حبة حلاوة باش نعرفوا المكونات الغدائية ديالها ولكن كان هناك فرق لا علاقة هي ما كانش هناك جوج أغدية في الطبيعة اللي متشابهين مية في المياه ما كانش ممكن نعوضوا بعد أحيان ممكن نعوضوا ولكن في مكوين أو مكوينين أما الأغدية تشغل نافع يقوم للمكوين عليها نحن نهائاً هل نحن أقول أن أحبت حلاوة من العائلة ديالي لنافع؟ من العائلة ديالي لأنا نافع هذا النافع؟ منين من السباس؟ من السباس؟ لذلك حبت حلاوة لم يوم بالسباس لذلك النافع لنبتة الأصلية دياله وبسباس هل هل أحبت حلاوة؟ لست مكنة المكوين في البحثة؟ لبديان بحدة أي كذلك سيقولوا لبديان عليك أخير الاحتوال ؟ لانيس اتوالي أو النافع على شكل نجمة فهي تقول من عائلة النافع لأنه سواء كان الماداق ديالها أو الرائحة ديالها تتشبه الماداق لكن المصدر مشي في حال حد وكيف المكونات الغذائية كان هناك اختلاف مجرد ما يكون هناك اختلاف في المصدر أو الاختلاف في طريقة النمو ديال النبتة كان هناك اختلاف مكونات الغذائية لأنها من عائلة النافع وانا اخترعت واحد حسوة بالنافع حبيبة بالنافع تكون في الحسوة حسوة سميدة طبعا اخترعت باناني ندير المال اللي ندير فيه الحسوة سميدة تنلح فيه واحد جوجي لانيس اتوالي ولا لاباديان انا ما تصورش لالتالي ستكون في هذه الحسوة لداء عجيبة وهكي لجدا مشكلة لرجعتين لأطفال صغار ديبرا ما غي عرفوش النافع والمشكلة لان هذا الاغذية الابعد من هذا ان هذا الاغذية اللي عندها هذا الماداق هذا بحل كامون بحل نافع لأخيره العلماء تقولك بان هذه تساهم في تكوين الخلايا ديال الماداق عند الطفل لان الماداق ديالها مش ماداق اللي هو قوي بزاف بحل من المحاولة بحل السكات ولكن هي اغذية تساهم في تكوين تخيل معي ان الطفل لا تتناول تلك الاغذية ولكن الطفل اشنو تتربوه عنده جوج ديال الماداقات الماداق الحلو والماداق المالح غير تتخرج لعلي هادو لا تتدوق الابعد من ان الناس القدام ليش بتيالو تتدوقها وتقولك وش هادو مزيئنة ولا ماش مزيئنة عندو هناك حاسة ديال الدوق الان الاطفال لا تتدوق الحمدلله احنا يعني دزنا في واحد الجيل اللي كان الامهاتي سيفتو لاتا ديالخبز در بالنافع عادي فش تدخل الدار عاديك الريحة ديالنافع رائعة انا جبت تدرى لانا في الخبز ديالنهار اليومي جميل اننا ندروا مع هالكامون تيجيزوين الخبز اغزال رائع رائع خبز درحنا الوالدة كانت تدروا الناحلو تيجي بحل مقرود طروفة مربعين في حركته تسيفتو الفران بالنافع تيجي لديد بزعب ما عنديش الوصفة ديالها اليوم ما غد نسولها عليها ان شاء الله مباد لكن عندي خبز ديال الدرح عادي خبز اللي تقدرون تنكلوه كل النهار ماشي على شكل حلو بالنافع تنستعملو فيه الفينو والفورس والدرح نفس المقادير يعني رابعة 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 اولا نسكيلو 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 تتزيد عنهم الخميرة شوية نفع الملح نجنول كللى طريقة الخبز ديت بزعف والآت Chan ق gesagt لكم در�ات تتواسم بزعف الملح كيف ما الخبز الكاميل او اللا ااا القمح فرصه ادي فرصه بنسبة الناس يتع dramas الم Beck ترجمة نانسي قنقر